وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد ستة فلسطينيين إثر غرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي واشتباكات في محيط مدينة طوباس وأوضحت مصادر فلسطينية أن أربعة فلسطينيين استشهدوا إثر قصف لطائرة مسيرة تابعة للاحتلال لمجموعة من الشبان في بلد الطمون جنوب شرق طوباس هذا واحتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء ومنع التواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم كما قصفت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلا في منطقة الجسر بمدينة طوباس بعد اشتباكات دامت لساعات ما أسفر عن استشهاد الأسير المحرر فايز أبو عامر درغمة كما استشهد فلسطيني آخر خلال اشتباكات بالمدينة وبذلك يرتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي بينهم 146 طفلا وتسع نساء اشتركوا في القناة